وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى ما جاء مذكورا في معاني الأخبار لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه في صفحة الرابعة والتسعين وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة الباب الذي عنوانه باب معنى بسم الله الرحمن الرحيم لن أعيد قراءة الرواية عليكم بتمامها إنما أذهب إلى موطن الحاجة فقد قرأتها عليكم في الحلقة الماضية طلبا للإيجاز والاختصار سأذهب إلى موطن الحاجة حيث يبين لنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه معنى هذه اللفظة الله الله ولذا فإن السائل هكذا سأله قال السائل يقول قلت الله يريد ما معناها فماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال الألف من هذه اللفظة المقدسة الله بينت لكم من أن المعنى الذي بينه إمامنا الصادق هنا ليس وفقا لقواميس اللغة إنها لغة الإشارة لغة التحديث الغيبي ذكرتكم في الحلقة الماضية من أن إمامنا الصادق يحدثنا عن سلمان المحمدي من أنه كان محدثا ويخبرنا من أنه كان محدثا عن إمامه ولغة التحديث لغة غيبية نحننا نتحدث عن لغة التفاهم بهذه الألفاظ وهذه الكلمات التي نعرفها إنها لغة إشارات ولغة رموز تنتقل عبر فيض غيبي إلى العقول والقلوب ما تحدث به إمامنا الصادق هنا هو تقريب لتلك اللغة بهذه الألفاظ وإلا فإن لغة التحديث الغيبي لا يمكن أن تترجم بألفاظ كهذه الألفاظ التي نتعامل بها إنما يمكن أن تتلبس بهذه الألفاظ بالضبط مثلما القرآن كما في سورة الزخرف هو حقيقة كونية غيبية هائلة عظيمة في أم الكتاب ولكنه تنزل إلينا وحين ظهر على شفاه محمد صلى الله عليه وآله ظهر بلباس عربي إن جعلناه قرآن عربي لماذا؟ لعلكم تعقلون كي يكون مناسبا للعالم الذي تعيشون فيه وإلا فهو في أم الكتاب حقيقة عالية عالية حكيمة تتجاوز المعاني التي نتصورها ونتخيلها من خلال ألفاظ لغوية محدودة قاصرة أعود إلى كلام إمامنا الصادق وهو يشرح لنا معنى هذه اللفظة المقدسة الله ولكن في سياق آخر بعيدا عن سياق قواميس اللغة ومعاجمها قال الألف آلاء الله على خلقه من النعم بولايتنا واللام إلزام الله خلقه ولايتنا قلت فالهاء فقال هوان لمن خالف محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم هذا المعنى ينسجم مع إطلاق هذا اللفظ على الإمام المعصوم وإلا فإن هذا المعنى لا ينسجم أبدا مع إطلاق هذه اللفظة على الذات الأولى ولا ينسجم أيضا مع إطلاق اللفظة المقدسة هذه على الحقيقة المحمدية فحينما نطلق هذه اللفظة على الذات الأولى فإن اللفظة هذه ستكون إشارة فقط وإنما كانت إشارة لحاجة الخلق إليها كيف نتحدث عن الله عن الذات الأولى الذات الأولى منزهة عن الأسماء وعن الألفاظ الحقيقة المحمدية اسمها الأعظم لكنها تجلي سبحانه وتعالى من جهة من الجهات وإلا فالجهة الأخرى فإن الحقيقة المحمدية في مقام العبودية وفي غاية الفقر والافتقار والافتياق إليه فالله هو الغني وهو المغني وأما سائر المخلوقات ابتداء من الحقيقة المحمدية وانتهاء بكل ما صدر عنها من الخلقيات فإن المخلوقات في غاية الفقر والافتقار إليه سبحانه وتعالى فهو الذات الغنية المغنية نعم إن الحقيقة المحمدية باتجاه الخلقيات التي صدرت منها هي ذات غنية مغنية وكل الخلقيات وكل الخلقيات التي صدرت منها مفتقرة إليها محمد وآل محمد هم أولياء نعمنا هكذا نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة لأنهم لأنهم التجل الأعظم و لأنهم في أعلى سلاسل الفيض و لأن كل سلاسل الخلقيات قد صدرت من الحقيقة المحمدية من بعد أن صدرت حقائقهم و تجلت فهم أولياء النعم و تلك هي سلاسل العللي و سلاسل الفيض الموضوع مفصل و مفصل جدا و البرنامج ليس معدا للخوض في كل هذه التفاصيل البرنامج يعرض الخطوط العامة لمنظومتنا العقائدية و التي وصفتها بهذا الوصف من أنها خارطة للعقيدة السليمة على أي حال فإن هذه اللفظة المقدسة الله حينما نطلقها على الذات الأولى على الأول الذي لا أولية لأوليته و التعابير قاصرة و الآخر الذي لا آخرية لآخريته و التعابير و الألفاظ محدودة فهذه فهذه اللفظة هي إشارة وهذه الإشارة إنما كانت لحاجتنا إليها و إلا فإن الذات الأولى منزهة عن الأسماء و عن الأوصاف و عن الإشارات و عن الرموس هذه شؤون مخلوقية خلقية من الأفق الثاني لأن الخلق الأول الحقيقة المحمدية فقط و ما صدر منها في المراتب الأولى إنها حقائق أئمتنا محمد و آل محمد فهذا ملحق بها ملحق بالحقيقة المحمدية لأنهم هم الوجه الأكمل هم الوجه الأتم هم الإسم الأعظم فمثلما الوجه المكنون المخزون للحقيقة المحمدية استقر في ظله سبحانه وتعالى فلا يخرج من ظله إلى غيره فإن الوجه المكنون والسر المصون لحقائق أئمتنا استقر أيضا في ظل الحقيقة المحمدية فلا يخرج منها إلى غيرها فالحقيقة المحمدية الاسم الأعظم 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 لله سبحانه وتعالى و محمد و آل محمد أتحدث عن سلسلة الأئمة الأربعة عشر هم الاسم الأعظم 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 للحقيقة المحمدية هذه المعاني واضحة وجلية جدا في ثقافة العترة الطاهرة قد تكون غريبة عليكم لأنكم ثقفتم بثقافة مراجع النجف التي هي ثقافة لا علاقة لها بثقافة العترة الطاهرة هؤلاء قوم أنشأوا لهم دينا خاصا بهم من بقايا مرحلة التنزيل ومما جاءونا به من مزابل النواصب على اختلاف تفاريعهم واتجاهاتهم ومشاربهم وهذا الكلام تقدم وتحدثت عنه كثيرا إن كان في هذا البرنامج أو في برامج الكثيرة المنتشرة على الشبكة العنكبوتية فالله هذه اللفظة المقدسة حين نطلقها على الذات الأولى هي إشارة تشير إلى الذات القديمة التي كانت ولم يكن معها شيء وبعد ذلك خلقت الحقيقة المحمدية خلقت الحقيقة المحمدية بنفسها فإن الله ما خلق الحقيقة المحمدية من شيء وإنما خلق المشيئة بنفسها الحقيقة المحمدية هي هي إرادة الله هي هي مشيئة الله مثلما ضربت لكم مثالا في قضية بيضة الكون وكيف أن الفيزيائيين يتحدثون عن بيضة الكون عن نقطة عن حقيقة قبل أن يحدث الانفجار الكوني الذي نشأ منه الكون بحسب نظريتهم أنا هنا لا أتحدث عن صحة نظريتهم أم عدم صحتها إنما جئت بهذا مثالا تقريبيا فتلك النقطة التي يقال عنها بيضة الكون كل الكون الذي نشاهده والذي لا نشاهده كان مجموعا فيها قربت لكم المثال بالنواتي الحية التي تشتمل على النخلة الكبيرة بكل ما تثمر من تمر فإنها موجودة في هذه الرقاقة الإلهية الرقاقة الألكترونية صغيرة الحجم لكنها تشتمل على الكثير من المعلومات والبرامج والملفات والحقائق هذه رقاقة ربانية هذه النوات نوات التمر هناك نخلة كبيرة بتمرها تختبئ في هذه النوات الأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيرة لكننا ماذا نصنع فإن الأمثلة ضرورية لتوضيح المطالب الذي أرجوه أن تنظر إلى الجهة التي أحددها في المثل الحسي فقط لا أن تلتفت إلى بقية الجهات الأخرى فإن الأمر سيختلط عليكم فلابد من تركيز النظر على الجهة التي يشار إليها في المثل الحسي حينما يؤتى به وسيلة إضاح لشرح أو توضيح أو تقريب معنى عن حقيقة غيبية عميقة واسعة هذا هو الذي بأيدينا وهذا هو الذي نستطيعه فالله حين يطلق على الذات الأولى يطلق بهذا الفهم إنها إشارة نحن نحتاجها ذاته سبحانه وتعالى منزهة عن الإشارات والألفاظ والحروف والأصوات كل هذا بحسبنا إنها إشارة تبعث التفكير في عقولنا وقلوبنا من أننا نقصد ذاتا كمالها لا يتصور وغاية ما نتصور من كمال بخصوصها فهو بحدودنا جمالها لا يتصور جلالها لا يتصور هي منزهة عن كل الذي يدور في أذهاننا حتى وإن كنا نفكر وفقا لمقاسات المعصومين فمقاسات المعصومين التي يعلموننا إياها إنما هي بحدود اللغة وبحدود مداركنا وما قدر اللغة وما قدر مداركنا حتى نستطيع أن نقترب من فناء ساحة قدسه حتى هذه الكلمات سبحانه وتعالى جل شأنه وتقدس هذه من شأننا بخصوصنا تلك الذات تقدس عن كل هذه المعاني هي أعظم وأجل من كل كلام من كل لفظ نحن لا ندرك شيئا وإنما هناك رموز إشارات في خلقتنا التي تسمى بالفطرة هي مجرد إشارة لا نستطيع أن نعرف التفاصيل من خلال تلك الإشارة من هنا يبعث لنا الأنبياء والرسل والأوصياء والأئمة والكتب والملائكة والمعجزات لأجل إثارة دفائن عقولنا لعل هذه العقول تتواصل مع إشارات فطرتنا نحن نثبته ونقدسه ولكننا لا نستطيع أن نشخصه لا نستطيع أن نحدده جلت ذاته وتقدست وهذه العبارات قاصرة هي بحدودنا فالله حينما نطلقها على تلك مذات هي إشارة هي إشارة إشارة تشير إلى الذات المقدسة بالبيانات التي تقدمت أما حينما نطلقها على الحقيقة المحمدية ولست أنا الذي أطلقها مر الحديث ومر الكلام في هذا الشأن حينما نطلقها على الحقيقة المحمدية إننا نطلقها على حقيقة مخلوقة والمعنى يختلف اختلافا كبيرا هنا الحقيقة المحمدية وجه الله وجهه الأتم وجهه الأكمل لكنها حقيقة مخلوقة خلقها بنفسها وهذا يعني ببديهة المنطق من أن صفاتها عين ذاتها وهذا شرحته لكم من أن الأحاديث التي تتحدث عن أن الله حينما نصفه فإن صفاته عين ذاته إنها الحقيقة المحمدية التي خلقها بنفسها فلما خلقت بنفسها كانت صفاتها عين ذاتها فحينما نطلق هذا اللفظ على الحقيقة المحمدية إننا نطلق اللفظ على الوطن الأم حب الوطن من الإيمان الحقيقة المحمدية وطننا من هناك جئنا رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين من هناك جئنا الوطن الأم حقيقة محمد وآل محمد الحقيقة المحمدية هي الوطن الأم وحب الوطن من الإيمان إنه حب الوطن الحقيقي وطننا الحقيقي الحقيقة المحمدية فمن هناك جئنا وأمنا الحقيقية الحقيقة المحمدية تلك هي أمنا الحقيقية في وجهها الذي يتجلى في الحقيقة الفاطمية ومن هنا حين تجلت فاطمة في عالمنا بين أظهرنا كانت قيمة على ديننا وقيمة علينا وذلك دين القيمة هذا هو الذي ينطق به القرآن وذلك دين القيمة من هي هذه القيمة إنها الإسم الأعظم الذي تجلى من الحقيقة الفاطمية التي هي وجه من وجوه الحقيقة المحمدية تتذكرون كلمات أبي طالب التي قرأتها عليكم حين أقسم على الله بالمحمدية المحمودة وبالعلوية العالية وبالفاطمية البيضاء نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ألغاث ألغاث أما إطلاق هذه اللفظة المقدسة على الإمام المعصوم لست أنا الذي أطلقها القرآن أطلقها وجئتكم بأمثلة من آيات الكتاب الكريم ومن أحاديثهم في أوثق كتبنا يؤولون لنا قرآنهم هذا هو قرآنهم وهذا هو حديثهم ومر الحديث في الحلقة الماضية فإطلاقوا هذه اللفظة على الإمام المعصوم المعنى سيكون مختلفا عن الإطلاق الأول وعن الإطلاق الثاني مثلما إطلاق هذه اللفظة على الحقيقة المحمدية يختلف اختلافا كاملا عن إطلاق اللفظة على الذات الأولى فالإطلاق على الذات الأولى مجرد إشارة والإطلاق على الحقيقة المحمدية دلالة على أنها مجمع الكمالات مجمع الجمال والجلال في أعلى مراتب التجليات الإلهية لجماله لجلاله لكماله سبحانه وتعالى وهي الذات التي صفاتها عين ذاتها لأن الله خلقها بنفسها منطقي أن تكون صفاتها عين ذاتها لأنه خلقها بنفسها بينما الأشياء أنا وأنتم وسائر الأشياء صفاتنا غير ذاتنا لأننا ما خلقنا بأنفسنا وإنما خلق الله المشيئة بنفسها وخلق الأشياء بالمشيئة فنحن خلقنا بواسطة المشيئة من هنا صفاتنا هي غير ذاتنا فلنا ذات ولنا صفات أما الحقيقة المحمدية فلأنها خلقت بنفسها خلقها بنفسها فصفاتها عين ذاتها أما الذات الأولى فلا نستطيع أن نصفها لأنها أقدس من أن توصف الله أكبر من أن يوصف الله أجل من أن يوصف وما يدور في عقولنا وفي قلوبنا وإن كان بتعليم المعصوم وإن كان بلغة التحديث لا بهذه اللغة التي نتفاهم بها بلسان العربي أو بلسان أي قوم على اختلاف ألسنة الأقوام حتى لو كان بلغة البصيرة فإن ذلك محدود بحدودنا نحتاج إلى اللغة نحتاج إلى الأسماء الملفوظة فهذا شأن خلقي شأن مخلوق ولكن نا ماذا نصنع هو هذا الذي نستطيعه كحال النملة التي تتصور أن لربها سلاميتين أن لربها شعرتين كالشعرتين التي في رأسها لأنها ترى كمال حياتها بهاتين الشعرتين فتتصور النملة كما يحدثنا باقر العلوم أن لربها شعرتين أن لربها سلاميتين نحن كذلك حينما نفكر حينما نعتقد فذلك بحسبنا لا بحسب ما يعرف المعصوم ولا بحسب ما تجلى في الحقيقة المحمدية ولا بحسب الذات المقدسة الأولى إنما هو بحسبنا وهذا هو مقدار ورحم الله عرف قدر نفسه هذا هو قدر نا ولذا فإننا نقدس الله بحسب نا لا بحسب المعصوم ولا بحسب الحقيقة المحمدية ولا بحسب الذات الأولى نحن نقدسه ننزه نسبعه بحسبنا بحدود عقولنا القاصرة التي لا قيمة لا إذا أردنا أن نزلها بموازين المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من هنا فإننا نحتاج إلى البصيرة لأن البصيرة هي التي تمكننا من إدراك أعلى من مستويات إدراك عقولنا وقلوبنا وحواسنا ووجداننا وضمائرنا وفطرتنا البصيرة تتجاوز مقدارا أعلى لكنها تبقى محدودة بحدودنا فإن الفيضة يكون بقدر القابل بحدود القابل يا كميل يا كميل يا كميل القلوب أوعية أوعية الأمير يقول وخيرها أوعاها فما جاء من حديث لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في بيان معنى الله من أن الألف هي آلاء الله التي ترتبط بولايتهم ومن أن اللام هي إلزام الله الخلق بولايتهم ومن أن الهاء هوان لمن خالف محمد وآل محمد بالضبط اللهم والي من والاه وعادي من عاداه فالذي يعادي علي وآل علي فإن الله وإن الله يعادي وذلك هو الهوان الذي جاءت الإشارة إليه في بيانات إمامنا الصادق في الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل من معاني الأخبار لشيخنا الصدوق هذه المضامين تمثل وجها من معنى هذه اللفظة الله في ضوء إطلاقها على المعصوم وليس في ضوء إطلاقها على الحقيقة المحمدية لأننا إذا أردنا أن نفهم الله التي تطلق على الحقيقة المحمدية بهذا الفهم هذه إساءة لمقام الحقيقة المحمدية وأما إذا كان الأمر مع الذات الأولى فالقضية ستكون أقبح وأقبح هذه المضامين التي أشار إليها إمامنا الصادق تتناسب مع المعنى الثالث مع الركن الثالث من أركان عقيدة التوحيد في أفق اعتقادنا بإمامة محمد وآل محمد هذه البيانات موجودة ومنتشرة في كل ثقافة العترة الطاهرة في قرآنهم المفسر بأحاديثهم وفي أحاديثهم آلاف مؤلفة من النصوص تتناول هذه المعاني تستغربونها المشكلة ليست فيكم أساسا المشكلة في أولئك الأغبياء في النجل في آيات الشيطان العظمى الذين جاءونا بدين غريب عن محمد وآل محمد هم صنعوا دينا لأنفسهم وورطوا أجدادنا وآباءنا وورطونا ولا زالوا يورطون الأجيال القادمة وكل ذلك بسببكم أنتم 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 أصحاب العمائم وكلاؤهم المعتمدون عندهم أنتم أنتم الآن تجتمعون تنسجون المؤامرات لحرب عقيدة محمد وآل محمد ها ها أنتم 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 الذين تشاهدون البرنامج الآن إنني أحدثكم أنتم أنتم في النجل هل تريدون أن أعطيكم العنوان الذي تجتمعون فيه لشان لي بكم ولكن لماذا تحاربون ثقافة العترة الطاهرة ما الذي ستحصلون عليه هل عندكم من ضمان أنكم تعيشون إلى يوم غاد بعي شيء ستواجهون محمدا وآل محمد ما هذه عقائد محمد وآل محمد لا أريد أن أقول أكثر من ذلك أشر للحر من قرب وبعد فإن الحر تكفيه تكفيه الإشارة هذا إذا كان هناك من حر ولا أعتقد ذلك فكلكم عبيد لفروجكم وبطونكم وعبيد للفضلات التي يتفضل بها عليكم مراجع النجف وأبناؤهم وأصهارهم سود الله وجوهكم تحاربون ثقافة محمد وآل محمد وكل العلائم تشير إلى أننا في زمن قد لا يكون في هذه السنين لكننا في زمن قريب من ظهور الحجة بن الحسن تهيئون الأرضية لحربه وقتاله من صخم الله وجوهكم وطيح الله حظكم وأم داكم الذين يعرفون أنفسهم يعرفون أنفسهم أعود إلى ما كنت أتحدث عنه قبل قليل فإن هذه اللفظة المقدسة الله تطلق بمعنى على الذات الأولى كما شرحت لكم وتطلق على الحقيقة المحمدية بمعنى آخر يختلف اختلافا كاملا وتطلق على الإمام المعصوم بمعنى آخر يختلف عن الإطلاقين الأولين وهذا هو الذي أصر عليه دائما يجب أن نحافظ على المقامات على كل مقام بكل خصائصه قاعدة حفظ المقامات إنها القاعدة الذهبية الفاخرة وفقا لهذه القاعدة نستطيع أن نتدبر هذه المعاني وأن نتفكر فيها وأن نصل إلى المنفعة وإلى الفائدة التي نتوخاها من خلال تدبرنا وتفكرنا وتفهمنا في شؤون ديننا ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم كما يقول أمير المؤمنين ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر 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 ألا لا 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 لاي لا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله ابرز صفاته ما هي ابرز صفاته التي نتحدث عنها من انه الخالق الرازق هو الذي خلق وهو الذي رزق والرزق لا ينحصر بطعام او شراب الحياة رزق وكل التفاصيل التي ترتبط بالحياة وبقائها وتحولها ونمائها وووو كل هذه العناوين هي من مصاديق رزق رب العالمين تعالوا معي الى القرآن الى سورة المؤمنون وإلى الآية الرابعة بعد العاشرة من سورة المؤمنون بعد ان تتحدث السورة عن خلقة الانسان ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين الى ان تقول الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة المؤمنون تقول ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين هناك خالقون يعترف الله بهم يثبت لهم هذه الصفة وإلا فليس من المنطقي ان الله سبحانه وتعالى يقارن نفسه بالعدم باشياء لا وجود لها فحينما يقول القرآن فتبارك الله احسن الخالقين اذا هناك خالقون يعترف الله بهم ويقر لهم بهذه الصفة لكنه في الوقت نفسه يصف نفسه بانه الاحسن فيهم هو لم يخرج نفسه من الوصف وانما قال هو احسن الخالقين هؤلاء خالقون في مرتبة من المراتب وهو خالق الا انه هو الاحسن الاية هكذا تقول هذا قرآن هذا الكلام ما هو برواية حتى حتى تخرجون سكاكينكم لتمزيقها تخرجون قذارات مراجعكم ونجاساتهم واوساخهم الناصبية كي تمزقوا احاديث اهل البيت هذا قرآن فتبارك الله احسن الخالق هناك خالقون اثبت الله لهم صفة الخالقية وغاية الامر ان جعل نفسه ان جعل نفسه الاحسن من بينهم هكذا يقول فتبارك الله احسن الخالقين قطعا هو لا يتحدث عن نجار صنع كرسيا فقد خلق كرسيا هذا النجار يقال له في اللغة من انه خلق كرسيا ولا يتحدث مثلا عن نحات نحة شيئا من الخشب من الحجر يقال له هذا فنان خلاق مبدع فان الله لا يمكن ان يقارن نفسه بهؤلاء المقارنة مع الحقيقة المحمدية المقارنة مع المظاهر الاولى للحقيقة المحمدية امامنا صاحب الامر في رسالته الى الشيعة التي تحدث فيها عن امامته ماذا قال نحن صناع الله والخلق بعد صنائعنا هذا المضمون ورد في كلمات الامير في رسالة الى معاوية وقد قرأت ذلك عليكم من نهج البلاغة الشريف في الحلقات المتقدمة وورد في رسالة امام زماننا الى الشيعة وهو يتحدث عن امامته صلوات الله وسلامه عليه فالحديث هنا في الاية عن خالقين بوصف الله ليس بوصف انا هو الذي يقول في قرآنه فتبارك الله احسن الخالق فاحسن الخالقين هم خالقون حقيقيون بحيث ان الله سبحانه وتعالى قارن نفسه بهم الا انه حكم في النهاية من انه هو احسن الخالقين لماذا لانه هو الذي خلقهم هو الذي خلق هؤلاء الخالقين فلذا هو الاحسن فتبارك الله احسن الخالقين وهذا الوصف تردد في القرآن جاء في سورة الصفات ايضا في سورة الصفات في الآية الخامسة والعشرين بعد المئة بعد البسملة والآيات التي قبلها وَإِنَّ الْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا إنه صنم كانوا يعبدونه أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَأَحْسَنُ الْخَالِقِينَ هو الله هنا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ اللَّهَ تَفْسِيرٌ عطفُ بَيَانٌ كما يقال في قواعد البلاغة وفي قواعد علم النحو وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فهذا الوصف جاء متكررا في الكتاب الكريم من أن الله أحسن الخالقين وقد جاء مذكورا على لسان نبي من أنبيائه في الأمم السابقة وجاء مذكورا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وهو سيد الأولين والآخرين سيد الوجود فتبارك الله أحسن الخالقين هناك خالقون حقيقيون فإن الله سبحانه وتعالى قارن نفسه بهم هو لا يقارن نفسه بخالق خالقيته محدودة القرآن تحدث عن مصادق من الخالقية فيما بين الخلق على سبيل المثال إذا ذهبت بكم إلى سورة الفرقان في سورة الفرقان في الآية الثالثة بعد البسملة وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يخلقون وبحسب ما جاء في تفاسيرهم في تأويلهم في تفسير القم فإن الحديث عن الأصنام التي كانت قريش تعبدها وغير قريش واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون فعملية نحت الأصنام وصناعة الأصنام والتماثيل عملية خلق القرآن يتحدث عنها هذه الآية الثالثة بعد البسملة من سورة الفرقان واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا هي أصنام وهم يخلقون هناك من خلقها من الناس ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا الآية واضحة فإنها تصف صناعة الأصنام بعملية بعملية خلق واتخذوا من دونه آلهة من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا إنها الأصنام وهم يخلقون هناك من خلقهم فهذه عملية خلق فهل تتوقعون أن الله يقارن خالقيته بخالقية صانع الأصنام أي منطق هذا هل تقبلون أن أستاذا جامعيا يمتلك الشهادات العالية يقارن نفسه بطالب في الروضة يمكن هذا هذا الكلام منطقي مع أن المثل لا مقايسة فيما بينه وفيما بين ما أتحدث عن ولكن هذا مثال يقرب الفكرة أستاذ جامعي من كبار الأساتذة ومن كبار العلماء المتخصصين ممن يحملون الشهادات العلمية العالية والراقية جدا هل يمكن أن يقارن نفسه بتلميذ في روضة الأطفال ألا نقول عنه ما هذا الجنون لقد جن الرجل هل يمكن أن يقارن الله خالقيته بخالقية صانع تماثيل صانع التماثيل خالق بحسب ثقافة الناس بحسب ثقافة العرب بحسب ثقافة القرآن لكن الله لا يقارن نفسه بهذا الخالق واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ومثل ما قلت لكم بحسب رواياتهم بحسب أحاديثهم فإن الآية تتحدث عن الأصنام وعن خلق الأصنام وإذا ما ذهبنا إلى سورة العنكبوت وإلى الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا وتخلقون إفكا هذه المنظومة بكاملها صناعة الأصنام وبناء المعابد لها وإيجاد مؤسسة دينية ترعى هذه الأصنام مع طقوس وعبادات وأعراف وثقافة ومعتقدات كل هذا الكذب والتزوير بكل تفاصيله عده القرآن خلقا هكذا قالت الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة العنكبوت إنما تعبدون من دون الله أوثانا أصنام وتخلقون إفكا الإفكا هو الكذب هو الإفتراء هو أقبح ما يكون عليه الكذب إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لماذا لأن أبرز صفة في الخالق أن يكون رازقا أبرز صفة ما هي أن يكون رازقا تذكروا هذه النقطة سنعود إليها لأن القرآن أيضا يتحدث عن رازقين هناك خالقون وهناك رازقون تحدث القرآن عنهم ولذا ماذا قالت الآية إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لأنهم ما هم بآله وما هم خالقون لأن الخالق لا بد أن يكون رازقا ومن هنا فإن صناعة الأصنام هي عملية خلق لكن الخالق الذي خلقها ما هو برازق لها وهذه الأصنام المخلوقة ليست بآلهة لأنها ليست خالقة وليست رازقة لأن الله لا بد أن يكون خالقا ولا بد أن يكون رازقا ومن هنا جاء الإطلاق على المعصوم فعيسى وصف بالخالقية فأل تستكثرون أن يوصف محمد وآل محمد بالخالقية وهم أولياء النعم سنتحدث عن هذه المضامين في سياق الآيات الكريمة فهم خالقون ورازقون بحسبهم من هنا جاء الإطلاق عليهم بحسبهم ومن هنا جاء الإطلاق على الحقيقة المحمدية بحسبها ومن هنا جاء الإطلاق على أحسن الخالقين بحسبه فهؤلاء خالقون رازقون بحسبهم هذا منطق القرآن ما أنا الذي أقول أنا أحدثكم من كتاب الله عودوا إلى الآيات وتدبروا فيها إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا فهذه العملية من صناعة الأوثان إلى بناء المعابد إلى صناعة مؤسسة دينية مع معتقدات وثياب معينة ورموز و و و إلى آخره هذه عملية خلق وتخلقون إفكا فهل أن الله سبحانه و تعالى يقارن خالقيته بهؤلاء الخالقين ما هؤلاء سبحانه و تعالى هو الذي يقول لهم في قرآنه وتخلقون إفكا يعني إنكم خالقون تذكروا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا إذن أين هو الرزق فابتغوا عند الله الرزق عند الجهات التي توصف بهذا الوصف الله فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون تذكروا من أن الرازقية تكون ملازمة للخالقية ومن أن المعنيين معا يلازمان الإلوهية إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون نذهب إلى سورة الرعد وإلى الآية السادسة بعد العاشرة من سورة الرعد بعد البسملة الآية تبدأ قل من رب السماوات والأرض قل الله وتستمر الآية موطن شاهد هنا في الجزء الأخير من الآية أم أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فهناك ممن يخلقون وممن هم خالقون لكنهم لا يخلقون كخلق الله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه هناك من هو خالق ولكنه لا يخلق كخلق الله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء هو الذي خلق الخالقين العظام فهو أحسن الخالقي ولكن لا وجه للمقارنة مع الخالقين الآخرين أصغار الآية واضحة أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فهناك من الخالقين الذين ينطبق عليهم هذا الوصف من أنهم خالقون ويخلقون لكنهم لا يخلقون كخلق الله فهؤلاء لا يمكن أن يقارنوا به أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ولكنه سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون قارن نفسه بخالقين خلقهم ولكنهم الخالقون العظام فتبارك الله أحسن الخالقين وهذا الوصف ورد أيضا في سورة الصافات جاء في سورة آل عمران فيما يرتبط بشأن عيسى عيسى المسيح في الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة من سورة آل عمران أذهب إلى موطن الحاجة منها فعيسى هو الذي يقول لبني إسرائيل أني قد أني قد جئتكم بآية من ربكم ما هي هذه الآية أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيه فيكون طيرا بإذن الله هو هو الذي يقول أني أخلق لكم هو خالق هو الذي يقول إن ني خالق أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقارن خالقيته بخالقية عيسى فعيسى خالقيته بإذن الله بإذن من محمد وآل محمد فعيسى من أشياع محمد وآل محمد عيسى جندي من جنود صاحب الزمان سيكون في عسكره صلوات الله وسلامه عليه وسلام على عيسى يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا هو جندي من جنود صاحب الأمر وسيبعثه صاحب الأمر في مهمات عسكرية وغير عسكرية الروايات هكذا تحدثنا فهو جندي من جنوده فلا يمكن أن يقارن الله سبحانه وتعالى نفسه وأن يقارن خالقيته بخالقية كهذه الخالقية ولكن عيسى هو الذي يقول عن نفسه من أنه خالق أني أخلق لكم وهذا المعنى يؤكده الله لعيسى في سورة المائدة إذا ما ذهبنا إلى الآية العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة المائدة الله يخاطب عيسى وإذ تخلق الله يقول له في سورة آل عمران هو قال عن نفسه أني أخلق هنا في سورة المائدة فإن الله هو الذي يخاطبه يؤكد له هذه الصفة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني الله هو الذي يقول له وإذ تخلق من الطين إلى آخر الآية الكريمة فعيسى بصريح كلامه هو خالق وبصريح كلام الله هو خالق الله يقول له وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن صناعة الأصنام خلق وصانع الأصنام خالق صناعة المؤسسة الدينية إنها صناعة إفك عملية خلق إفك الذين قاموا بها وصنعوها هم خالقون وهكذا فالنجار خالق والحداد خالق وصانع السيارة خالق وعجائب التكنولوجيا إنها معجزات أنتجها لنا العلم على يد خالقين عظام بحسب نظرنا لا بحسب نظر الله فإن الخالقين العظام الحقيقة المحمدية أولا وما تجلى منها من المظاهر العليا إنهم محمد وعلي وفاطمة وما جاء من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليهم جميعا فإن الله سبحانه وتعالى يقارن نفسه بهؤلاء وإلا من هم الخالقون الذين قارن الله نفسه بهم قولوا لي أنتم قد يقول النصارى المسيحيون شيئا وقد يقول اليهود شيئا وقد تقول الديانات الأخرى شيئا لا علاقة لنا بهم نحن نتحدث عن عقيدتنا في دين محمد وآل محمد أنا أخاطبكم أنتم أنتم الذين تقولون نحن شيعة لمحمد وآل محمد وهذا هو القرآن أنا لا أقرأ عليكم أحاديث تستطيعون أن تثير عليها الشبهات من خلال قذارات أولئك الأوباش في النجف الذين دمروا ديننا وأبعدونا عن قرآننا ما هو هذا قرآن محمد وآل محمد وهذه ثقافتهم أبعدونا عن هذا القرآن لماذا لأنهم نقضوا بيعة الغدير وفسروا القرآن وفقا للمنهج العمري ألا لعنة الله على منهج حوزة النجاف ألا لعنة الله على منهج مرجعية حوزة النجاف أعود إلى سورة المؤمنون والآية واضحة صريحة فتبارك الله أحسن الخالقين الخالقون لا بد أن يكونوا رازقين بعد الفاصل سأحدثكم عن الرازقين ومن القرآن من القرآن من القرآن ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا ترجمة نانسي قنقر 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 يا مكرم من استكرم يا مرشد من استرشد يا سريخ من استصرخم يا معين من استعانم يا مغیث من استغاثم سبحانك يا الله الغفظ في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة المائدة قال عيسى بن مريان القرآن يحدثنا عن عيسى بن مريان قال عيسى بن مريان اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين هناك رازقون هذا كلام نبي من الأنبياء من أولي العزم والقرآن يقرر كلامه قال عيسى بن مريان اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك في جو روحاني خاص هذه الحادثة كانت حادثة خاصة والذين كانوا معه هم الحواريون هم الذين طلبوا من عيسى ذلك فماذا جاء في الآية وارزقنا وأنت خير الرازقين إذن هناك رازقون ورازقون حقيقيون بحسب الله سبحانه وتعالى لو لم يكونوا كذلك فهل أن النبي يخاطب الله بهذه الطريقة ويقارنه بمجموعة من الرازقين لا وجود لهم أو بمجموعة من الرازقين لا قيمة لهم بالقياس إلى رازقيته سبحانه وتعالى ما نحن عندنا في الأحاديث مثلا يستحب للآباء إذا ما وعدوا أطفالهم بشيء أن يفوا لهم بما وعدوهم أن وعدوهم بشراء لعبة ثوب حاجة طعام طعام شراب وعدوهم بشيء وعدوا أطفالهم الإمام يعلل هذا الاستحباب يقول لأن الأطفال لأن الصبيان يرون أن آباءهم هم الذين يرزقونهم فيرون مصدر الرزق في آبائهم فالوالد رازق لأطفاله ولذا كانوا يسمون في الأزمنة القديمة ما يصطلح عليه اليوم بوزارة المالية كانوا يسمونه بديوان الأرزاق ديوان الأرزاق سيكون الوزير سيكون رئيس الديوان كان يقال له صاحب الديوان رئيس الديوان يقال له في أيامنا الوزير ما يسمى في زماننا بالوزارة كان يسمى بالديوان ما يقال له الوزير هو رئيس الوزراء وتحت الوزير يأتي أصحاب الدواوين أصحاب الدواوين هم الوزراء اليوم فيقال ديوان الأرزاق ديوان الأرزاق يعني وزارة المالية فصاحب الديوان رئيس الديوان سيكون رازقا هو الذي يرزق العباد فهل أن الله يقارن نفسه برازقين كهؤلاء هذا الكلام ليس منطقيا إذا لابد من وجود رازقين حقيقيين بحيث أن الله يقارن رازقيته برازقيتهم وهو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم لكن لعلو شأنهم لأن سائر الخلائق خلقت من عندهم ولأن سائر الخلائق ترزق من عندهم وبسببهم والرزق إلى سائر المخلوقات خارج منهم إليهم كما نخاطب محمدا وآل محمد في زيارة الندبة التي وردت إلينا من الناحية المقدسة هي غير دعاء الندبة زيارة الندبة فما شيء منا نخاطب آل محمد إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل نحن نقرأ في أحاديثنا من أن سبعة بهم ترزقون من هم الذين حضروا جنازة فاطمة أولئك الشيعة الفاطميون سلمان أبو ذار المقداد عمار واوة سبعة بهم ترزقون وبهم تمطرون لماذا تستغربون هذه المعاني هذا جزء من ثقافتنا وإنني أحدثكم بالروايات التي تنطبق مع القرآن الذي أقرأه عليكم وارزقنا وأن تخير الرازقين هذه الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المائة بعد البسملة من سورة المائدة أذهب بكم إلى سورة الحج وإلى الآية الثامنة والخمسين بعد البسملة من سورة الحج والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازق تلاحظون الآية السابقة في أجواء مائدة السماء التي نزلت على عيسى وحواريه وهذه الآية تتحدث عن الذين هاجروا وقتلوا في سبيل الله إنها من أقدس الحالات ومن أشرف المواضع ويأتي الخطاب من الله وإن الله له خير الرازق فهل أن الله يقارن نفسه بكائنات لا وجود لها هل هذا الكلام منطقي هذا سيكون كحال ذلك الجبان الذي يتحدث عنه المتنبي وإذا ما خل الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال فإن الجبان إذا كان في البرية ليس هناك من أحد يظهر فنون الشجاعة في الخلاء فيسل سيفه ويحجم يمينا ويحجم شمالا وكأنه في ساحة الوغى يحارب الهواء ويحارب الفراغ ولكن إذا ما تواجد الفرسان والمقاتلون فإن هذا الجبان سيختفي سيتلاشى سيتوارى وإذا ما خل الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال فهل أن الله يقارن نفسه بكائنات لا وجود لها أي كلام هذا أي منطق هذا أو هل أن الله يقارن نفسه بي فأنا رازق لأطفالي أي منطق هذا فلابد من وجودي رازقين حقيقيين الذين يطلق عليهم هذا المصطلح وهذا اللفظ المقدس الله لاحظوا من أن تلك الأحاديث التي أطلقت لفظ الله على الحقيقة المحمدية وعلى الإمام المعصوم قطعا كل إطلاق بحسبه كما بيّنت لكم قبل قليل هذا وفقا لمنطق القرآن أما أولئك الأوباش في النجف الذين يضعفون هذه الأحاديث لا شأن لنا بهم فليذهبوا بقذاراتهم إلى الجعيم مع النواصب مع أعداء محمد وآل محمد أخذوا دينهم من تلك القذارة من تلك المزابل هذا هو القرآن أنا لا أحدثكم بشيء من عندي هذا منطق القرآن وعربية واضحة الآية الثامنة والخمسون بعد البسملة من سورة الحج والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين هناك رازقون حقيقيون إذن خالقون ورازقون لماذا تستغربون أن يطلق عليهم هذا اللافظ ولكن بحسب البيانات التي بيّنتها لا تذهب كالنصيرية والخطابية الحمير الأنجاز الذين من جهلهم وجهالتهم نصبوا لهم أئمة جهالا لا يفقهون شيئا ونسجوا لهم من عقائد الضلال ومن سورة الحج إلى سورة المؤمنون وإلى الآية الثانية والسبعين بعد البسملة من سورة المؤمنون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين أم تسألهم خرجا أموالا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين في سياق يحتاج أن نقف عنده ولا أجد وقتا الوقت يجري سريعا الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وآله قطعا الخطاب لفظا مع محمد صلى الله عليه وآله فمحمد لا يحتاج إلى تعليم هو عالم بذاته صلى الله عليه وآله ولكن الخطاب القرآنية جاء بلغة إياك أعني واسمعي يا جارة هكذا أخبرنا الباقر أخبروناهم عن أساليب فهم القرآن أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين ومن سورة المؤمنون إلى سورة سبع وإلى الآية التاسعة والثلاثين بعد البسملة من سورة سبع قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين تلاحظون أن هذا الوصف يتكرر في القرآن من سورة المائدة إلى سورة الحاج إلى سورة المؤمنون إلى سورة سبع على طول القرآن قل قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ومن سورة سبع إلى سورة الجمعة إلى الآية الأخيرة من سورة الجمعة إلى الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها الصحابة الصحابة هكذا فعلوا برسول الله ولقد تركوه أكثر من مرة لم يبق معه إلا الأمير وإلا من كان من خاصة رسول الله صلى الله عليه وآله وإلا أصحاب السقيفة وأمثالهم خرجوا حينما كانت قد أقبلت القوافل التجارية لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازق الآية واضحة فإن الرازقين هنا ما هم التجار وما هم أصحاب الأموال وما هم الرؤساء الرازقون هنا رازقون حقيقيون هم خالقون وهم رازقون وهم آلهة ولكن هذه الأوصاف تطلق عليهم بحسبهم فالله أحسن الخالقين هذه ما هي روايات أنا قلت لكم سأرغم آنافكم وآناف أهبائكم وآناف أجدادكم وآناف أجداد أجدادكم على أن تقبل الحقائق سأرغم آنافكم مثلما أرغمت هذه الحقائق أمفي ويا ليت أجداد وآبائي على قيد الحياة كي أرغم آنافهم بهذه الحقائق لكنهم ذهبوا ذهبوا على ضلال مراجع النجف مثلما ذهبت أجيال شيعة منذ أن أسس طوسي الحوزة المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة ولا زال الضلال مستمرا إلى يومنا هذا وتضحكون على الناس تضحكون على الناس من أن هؤلاء يمثلون صاحب الزمان كيف ستجيبون صاحب الزمان لو سألكم في ساعات يوم القيامة على أي أساس تقولون من أنهم ينوبون عني أي دليل عندكم الروايات ما هم أنفسهم نفس المراجع يضعفون الروايات التي تستدلون بها على أنهم نواب لصاحب الزمان بأي رواية تستدلون برواية التقليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري هم يرفضون التفسير جملة وتفصيل ويرفضون هذه الرواية ويضعفون سندها وحتى يضعفون متنها بتوقيع إسحاق بن يعقوب إنهم ينكرونه يضعفون سنده السستاني والخوئي ومن على شاكلتهم ومحمد باقر الصدر هؤلاء يضعفون هذه الأحاديث هذه الأحاديث يضعفونها وقد مر هذا الكلام فيما سلاه حتى حينما يقبلونها يصابون بحيرة في فهمها ربما في مقطع من حياته قبل محمد باقر الصدر التوقيع ولكنه كان حائرا في فهمها وبقي متحيرا إلى أن قتل ما استطاع أن يستخرج منها معنا واضحا مرة يقول هكذا ومرة يقول هكذا كتبه دالة على ذلك سيرته أما السستاني فمن الأساس هو ينكر هذه الروايات ويرفضها ويضعفها سندا ودلالة وكتبه تتحدث بهذا وقد جئت بكتبه وقرأت ذلك منها فكيف تخدعون الناس من أن السستانية وأمثاله ينوبون عن صاحب الزمان أما تستحون من أمير المؤمنين الذي تجاورونه أما تخجلون من ذلك وأنتم أنتم الذين جئتم زوارا أما تخجلون من الحسيني تأتون لزيارته يا أيها المنافقون الدجالون الكذابون وتحاربون ثقافة العترة الطاهرة التي تمهد الشيعة في قلوبها وعقولها كي تكون مستعدة لنصرة إمام زمانها ماذا ستقولون لإمام زمانكم لو أنه ظهر في السنة القادمة في أيام حياتكم ماذا ستقولون له أم أنكم ستصطفون مع أوباشي النجف مع آيات الله العظمى الذين سيخرجون لقتاله أذهب بكم إلى سورة التوبة وإلى الآية التاسعة والخمسين لا أقول بعد البسملة لأن سورة التوبة ما فيها من بسملة في الآية التاسعة والخمسين ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون قطعا الآية في صدد الأموال والأرزاق وصدقات الآية الآية التي قبلها ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون فالصدقات مصداق من المصادق من مصادق الأرزاق تأتي الآية التي بعدها ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله فجهة الإغناء وجهة الرزق الله ورسوله لكن الله سيكون خيرا رازق والرسول رازق عظيم بجنب الله سبحانه وتعالى القرآن هو الذي يتحدث عن هذا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون الكلام هو هو وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون رؤيتهم رؤية الله ليست محدودة بزمان أو بمكان وعطاء الله كذلك عطاء ليس محدودا بزمان أو بمكان ولذلك نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة في المقطع الأول من مقاطع التسليم فيها من أنهم أولياء النعم والنعم جمع تكسير معرف بالألف واللام هذه أصيغة تدل على الاستيعاب إنه استيعاب لكل النعم ما كان منها ظاهرا وما كان منها باطنا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون وفي السورة نفسها إذا ما ذهبت بكم إلى الآية الرابعة والسبعين من سورة التوبة أذهب إلى موطن الحاجة منها وما نقم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فجهة الإغناء من الله ورسوله لكن الله هو خير المغنين هو خير الرازقين هل جئتكم بشيء من عندي هل جئتكم برواية حتى تستطيع أن تكذبوها بقذارات مراجعكم الجهال الأغبياء في النجل وفقا لقذارات علم القنادر الذي يسمونه بعلم الرجال ما هي هذه آيات الكتاب الكريم هل افتريبت على القرآن شيئا المصحف عندكم والبرنامج بث مباشر وأنا لا أتحدث في زاوية مظلمة وإني لناطق بكل جرأة جرأتي هذه من حقي ومن صدقي لو لم أكن على حق لما كنت جريئا بهذا الحد ولو لم أكن صادقا ولو لم أكن على معرفة وعلم ويقين وثقة بهذا الذي أضعه بين أيديكم لما وقفت في مواجهة طغيان المؤسسة الدينية الشعية إنني في مواجهة تأريخ يمتد إلى بدايات الغيبة الكبرى إنني في مواجهة هذا التأريخ لو لم أكن منطلقا من قاعدة حقيقية وها أني أعرض الحقائق بين أيديكم لم أستطعت أن أكون جريئا بهذا المقدار وبهذا الحد لكن الحقائق أرغمت أنفي وإنني لعالم أنني سأرغم آنافكم وآناف آبائكم بهذه الحقائق حتى لو أنكرتموها على ألسنتكم لكنها ستدخل إلى عقولكم رغما عنكم إني داخل بهذا الفكر إلى عقولكم رغما عنكم أرفضوه وسأدقله في عقولكم حتى لو عاديتموني حتى لو قتلتموني هذا الفكر لا بد أن أدخله في عقولكم هذه طلائع طوفان الفكر المحمدي فماذا تقولون أنتم أليست هذه هي الحقيقة هذه طلائع طوفان الفكر المحمدي هذا الكلام الذي أقوله لا قيمة له الكلام الحقيقي سيكون عند ظهور إمام زماننا هل سندرك زمانه هل أننا سنرحل قبل أن ندرك زمانه لكننا على الأقل أدينا شيئا يسيرا من واجبنا في تمهيد لمشروعه الشريف هذا ما يرتبط به أنتم ماذا تقولون ماذا قدمتم لإمام زمانكم إنني أخاطبكم أنتم أنتم يا أصحاب العمائم أنتم أنتم يا أصحاب العمائم في حوزة النجف في مكاتب المراجع وأنتم أنتم القادمون من خارج العراق لأجل أن تخطط لتدمير ثقافة أهل البيت بتشويه سمعة الناطقين بها والمدافعين عنها أنتم أنتم سنقف جميعا وعند الله تجتمع الخصوم ما هي هذه الدنيا أيام لقي مثلها أيام ونرحل وما بعد الرحيل هناك 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 أعود إلى الآية الرابعة والسبعين من سورة التوبة وما النقم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فالإغناء من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله تلاحظون أن القرآن يتحدث بشكل واضح عن وجود خالقين الله بعظمته يقارن نفسه بهم وعن وجود رازقين الله بعظمته يقارن نفسه بهم والحكاية لا تنتهي هنا الوقت يجري سريعا بقي عندي كلام طويل طويل سأتمه لكم في حلقة يوم غد لكنني سأقرأ عليكم بعضا من الأوصاف التي وردت في القرآن وهناك الكثير منها ورد في الأدعية ماذا جاء في القرآن جاء في القرآن من أن الله أرحم الراحم هناك راحمون بمستوى الله بحيث أن الله يقارن نفسه بهم إلا أنه يقول عن نفسه من أنه أرحم الراحمين خير الراحمين خير الغافرين خير الناصرين خير الفاتحين خير الفاصلين خير المنزلين خير الماكرين خير الحاكمين هذه الأوصاف كلها قرآنية لم يبقى عندي وقت كي أستخرج لكم الآيات سأستخرجها لكم يوم غد حتى تعرفوا من أننا حين نتحدث عن محمد وآل محمد وعن مقاماتهم إنما نتحدث بروح القرآن بحقيقة القرآن ولذا هم قالوا من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن لم يتنكب الفتن يعني سيقع فيها الذي يتنكب الفتن الذي يستطيع أن يتجاوزها أن يخفز عليها أن لا يصيبه الضرر فمن لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن لذا مراجع النجف ما عرفوا أمر أهل البيت من القرآن لأنهم فسروا القرآن وفقا للمنهج العمري ونقضوا بيعة الغدير هل عرفتم إذن عظمة بيعة الغدير التي حدثتكم عنها في الحلقات الماضية ولماذا اشترط رسول الله علينا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير فقط من علي وآل علي كي نعرف قرآنهم وبعد ذلك كي نعرفهم وبعد ذلك كي نصل إلى التوحيد أما هذا الدين الذي عليه مراجع النجف هذا دين الشرك وسأقرأ عليكم الروايات في الحلقات القادمة وبصريح كلام أئمتنا من أن طريقة العبادة التي أنتم عليها الإمام يقول عنها من أنها الكفر بعينه صلاتكم صلاة كافرين ما أنا الذي أقول وحق الحسين سآتيكم بالفتوى من الصادق صلوات الله وسلامه عليه ومن أوثق كتبنا سآتيكم بالفتوى من الصادق من أن الصلاة التي تصلونها بهذا الوضع الذي أنتم عليه هي صلاة كفر أنتم تعلمتموها من مراجع النجف فإذا كانت الصلاة صلاة صلاة كفر ماذا يعني هل أن الدين دين إيمان أم أنه دين كفر وهذا بالضبط ما قاله إمامنا الصادق وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى الرواية التي في تفسير إمامنا الحسن العسكري بعد أن وصفهم بأنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على حسين بن علي وأصحابه ومن أنهم ضلوا وأضلوا الشيعة الإمام يتحدث عن بعض من الشيعة وهم قلائل فيقول لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من تشير إلى التبعيض تشير إلى عدد قليل من الأفراد لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه كما يعظم القرآن محمدا وآل محمد كما أفعل الآن بين أيديكم من قرآنهم وأنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لا يتركه في يد ذلك الملبس الكافر إنه يتحدث عن مرجع التقليد عند الشيعة عن المرجع الأعلى لا يتركه في يد ذلك الملبس الكافر وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب هذا حديث صادق ما هو حديث ستأتينا الروايات الشريفة واضحة صريحة وقت الحلقة انتهى خلاصة القول فإن هذا الإطلاق الله على الحقيقة المحمدية وعلى الإمام المعصوم بحسب أحاديثهم التفسيرية لقرآنهم إنه أمر واضح صريح أما روحه وشرحه وبيانه فقد قدمت لكم أمثلة من أن الله وصف نفسه بأنه أحسن الخالقين وبأنه خير الرازقين فأقر بوجود رازقين عظام وخالقين عظام والخالق والرازق هو نفسه الذي وصف في الآيات بالألوهية ومرت علينا الروايات في إطلاق لفظ الله ولفظ الإله على المعصوم بحسبه بحسب البيانات التي قدمتها لكم كل الذي ذكرته لكم من قرآنهم ومن أحاديثهم ما ذكرت لكم شيئا من مكان آخر لا من عندي ولا حتى نقلت لكم من أي عالم من علماء الشيعة أغناني صاحب الأمر عنهم وعن هرائهم وعن مزابلهم إلى يومتي فلا ذكرت لكم لا من كتب علماء الشيعة ولا من كتب الديانات والمذاهب المختلفة ولا حتى من كتب الشيعة التي هي ليست من كتبنا القديمة ما حدثتكم إلا بقرآنهم وحينما أفسره أفسره بتفسيرهم الذي أنقله لكم من كتبنا القديمة التي أقطعوا بدرجة مئة بالمئة هي كتبهم والأحاديث أحاديثهم وأعتقد أنكم لا تستطيعون أن تنكروا خبرة في ذلك ربما يمكنكم أن لا تتفقوا معي في هذه النتيجة لكنني بينت من أنني حين أقول هذه كتبهم وهذه أحاديثهم لا يعني أن هذه الكتب لم يتطرق إليها التحريف والتصحيف أبدا بينت كلامي في مئات ومئات من الساعات وشرحت موقفي العلمي والشرعي والعقائدي و بلغة عربية وعضحة و لا أحتاج لأن أكرر الكلام مرة أخرى لكن النتيجة التي ألفت أنظاركم إليها أن فكروا بأنفسكم و فكروا كيف أنكم تجهلون ثقافة دينكم و تجهلون قرآنكم و تجهلون أحاديثكم إذن ماذا تعلمتم يا أصحاب العمائم العباسية الإبليسية المحترمة ماذا تعلمتم إش علموكم ذول الثولان بالنجاة غير الخراط و طاحت الحار شا تعلمتم قلوني شا تعلمتم ما هذه الحقائق تصدمكم صدمة هذا هو دين علي و آل علي إن كنتم أشياعا لعلي و آل علي نلتقي غدا قبل أن أودعكم أنني أذكركم بالبرنامج الذهبي البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك و دينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف و كربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك إذا إذا كنتم راغبين في إمامكم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة و القائم صلوات الله و سلامه عليهما أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة